الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله سائلة من قسنطين تقول برزت على خد حبوب تلال بين قوس تلال وهي تحرجني وتزعجني فهل يجوز لإزالتها علما سيدي أنني متزوجة نعم إذا كان إزالتها لا يؤذيك وإذا كانت إزالتها ممكنة طبيا وإذا كانت إزالتها لا تؤدي إلى مضاعفات أخطر منها جاز لك أن تزيليها ولا شيء عليك وهذا ما روش من تغيير خلق الله حاولوا تفهموا لأنه راهي الناس غير تخلط راهي الناس غير تخلط كل يوم يجيني واحد مسكين خدعوه واحد زاد عنده طفل شفتعه مشقوقا قالوا له خليه كماره لأنه لو كانت تخدمها له من تغيير خلق الله يا وحد الجهل يا وحد الجهل الفجر كيف أطفل لو كان يفوت يكبر ويفوت الوقت يصعب عليه يخيط له الشفا يعني لما تقول له لو كانت خيط له الشفا تاعو هذا من تغيير خلق الله وعلى الأصل الأصل في خلق الله أن الشفا مشقوقا كائن حيوانات خلقها بالشفا تاعو مشقوقا هذا هو الأصل فيها ولكن الإنسان الأصل في الشفا تاعو أنها ليست مشقوقا معنتها كين خيط وهالو معنتها إعادة الخلق إلى أصله شفت؟ إعادة الخلق إلى أصله حرام الإحلال هيا جاوبونا امتالي رح تفتيت لهذا الرات المسكين زاد عنده طفل الشفا تاعو مشقوقا قال له خليه كيماره حرام تخيطه له جاءت عنده مرأة عندها لحية مرأة عندها هيرمونات نوتة اللحية هذا حرام تقعد كيمارك تصور مرأة مرأة راح تتزوج جريحة عروسة برار برونش وعندها اللحية وين هذا جنون أو مريد عقليا أو لا؟ مرأة في دارة جلاب اللحية وين هذا جنون؟ ما لا نعطيكم القاعدة القاعدة باش ما تزيد سقسي حتى واحد وحدك تولي تعرف المسألة إعادة الخلق إلى أصله جائزة أو واجبة الأصل في المرأة ما عنده لحية ملاهية لما تحديد عملية ولا دواء ولا هيرمونات باش تعود تولي للأصل انتحى فهذا مشي حرام الخروج عن الأصل حرام الخروج عن الأصل حرام راجل رب يعطلوا الصوت تع راجل يروح يدير عملية ولا دواء ولا هيرمونات بس صوته يلقيق كما تعمر آه هنا أنت تخرج عن أصل الرجولة حرام عليك حرام عليك إذن العمليات التجميلية كلها مبنية على هذا الأساس إذا كان إعادة العضو إلى أصله يجوز واحد كما قلت لكم زاد نيفو في خده نيفو في خده تشوه يروح لعند الطبيب التجميل الجراحة يعود يرده له المكان هنا إعادة العضو إلى أصله واحد ودنه هنا هابط يروح يدير عملية يردها إلى أصلها فهمت كيف واحد زاد عنده يعني حاجة هكذا زائدة في لحمه زائدة حاجة في لحمه زائدة في لحمه في ظهره في يده في كتافه يروح يدير عملية ليزيلها لأن الأصل أنه ألا تكون موجودة إذا كان إعادة العضو إلى أصله واجبة أو جائزة أنت يا إمرأة الأصل أنه ما يكونش عندك تلال ولا حب فيه وتشك خرج لك هذا الحب يجوز لك تروحي عن طبيبة مختصة لإزالة هذه الحبوب وإعادة العضو إلى أصله صافي كما هو وخاصة إذا كانت أنه ينتعك إرضاء الزوج أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه السمعوا 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 أمنا عائشة واشتخول لو استطاعت المرأة أن تغير لون عينيها لزوجها لفعلت لو استطاعت المرأة أن تغير لون عينيها لزوجها لفعلت أمنا عائشة تقول لإنسان لو كانت قدرو لون اللون تعينيكم بدلوه للزوج إذا نعطيها لو عينك خضرة مورها عينك قهوية مورها عينك عسلية مورها عينك زرقة يعني أمنا عائشة تنصح النساء باش تتزين للزوج انتحا قتلها إذا تقدر تغيري لون العيلة فعلتي وهذا الدجال هذا المرة يقول له حرام بتغيريش خلق الله هل ليس هذا هو تغيير خلق الله يا عباد الله هذا من خلق الله من خلق الله يجوز لك ولا شيء علي كاين أطفال زادوا عندهم مشاكل في المسالك البولية بلا من فصل عندهم مشاكل يجوز إعادة العضو إلى أصلهم يدير عملية إذا ولد يردوه إلى أصله وإذا بنت يردوها إلى أصلها لا شيء في هذا والأطباء مأجورون جزاهم الله خير تحية لأطباء الجزائر حمرت وجل الإسلام سائل من الحراش يقول ما حكم من يحجز مكانا في المسجد بثيابه ثم يأتي وقت صلاة الجمعة لا يجوز له حرام عليه وعلاش حرام عليه حاولوا تفهموا هدوا أروحكم باش تفهموا نجينا يعني الثمانية عصباح نحط القشابية التاعي قدام المحراب قدام الصف الأول نحطها ونروح أراني في الأصواق أراني نحوز أراني في القهاوي ومبعدا نجي على لوحدة اسمح لي أخويا اسمح لي أخويا اسمح لي أخويا باش نقعد في المكان اللي ديت فيها القشابية هاوليكو على حرام تبعوا الثمانية عصباح للوحدة هل استطاع واحد يصلي في هذا المكان ما قدرش خلشني ما نعو بالقشابية إذن أنا منعت الناس من الصلاة في بيوت الله وعطلت ذلك المكان عن الصلاة وعن العبادة بالقشابية التاعي كأنني رأني كاتب ممنوع الصلاة في هذا المكان وربي يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عطلت بقعة في بيت الله عن الصلاة منعت مصلي أن يصلي في تلك البقعة وانترك في الأسواق والقهاوي لا يجوز لك حرام عليك كين جوامعكي تدخل شاشية هنا قشة بيه هنا محير مالهيكا قندورة هنايا قابدين أماكن والناس مزيّرة وعندما يقدر بل إني رأيت فتنة في مسجد رأيت فتنة في مسجد رايحين يضربوا قالوا لك صليت في المكان تعي صليت لي في بلاستي كيف أصلي في مكانك هذا جيت تصلي الجمعة تجلس حيث ما وصل بك المقام وين وصلت تقعد صحت لك في الصف اللو اللهم بارك التاني اللهم بارك ما جيش بك يصلي وين هاديك سمح لي أخويا سمح لي أخويا في حالة واحدة أجازها العلماء في حالة واحدة كاين فرجة وراك تشوف فيها ولكن واحد ما حبي يدن أما توحنتا تحجزها تقبضها تصلي صلاة الصبح ويقبض المكان سبحان الله كان عمي سعيد الله يا رحمه تفكرته وحدنا قال لي هذا الجامعة فيه الجنون قتلوا علاه قال لي في صالة العيشة معطيك الدليل بلي جامعة فيه الجنون جيت في صالة العيشة صلينا العيشة كمنا خرجوا الشعب رايح يغلق الجامعة عيط لي ورأ لي الصبابط الجامعة معمر بالصبابط قال لي يقول لي الشعب وراح خلاص الجامعة نغلق هادي الصبابط مشيت على الجنون قتلوا سبحان الله وهي وشنو هو ما هادو كي يجو يصلي صلاة الصبح ما يلبس صبابطو ما يلبسوش يخليه في الجامعة يدي بليغة على الجامعة يروح بها لدارو باش غدوة كي يجو يصلي صلاة الصبح يلبس صبابطو ويروح للخدمة لا حول ولا قوة إلا بالله ما لا وش ولا يدير عمي سعيد الله يرحمه بعد صلاة العيشة يرمي هذه الأحدية يرميها قاعد الشارع وليت الناس جيو يصبابطهم حسبون الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة